تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بضرورة تقديم أفضل الخدمات التنموية للمواطنين افتتح سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية مركز المحافظة الجنوبية للتوظيف والتدريب في مركز الرفاع الاجتماعي التابع للوزارة الذي يقدر له أن يستوعب ما يزيد على 1500 مراجع شهريا تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمتابعات المشاريع الخدمية للمواطنين واستكمالا للدور الذي تلعبه الحكومة في تلمس احتياجات المواطنين والقرب من محيطهم لمعرفة ما هي رغباتهم وما يمكن تقديمه من خدمات تنموية تلبي طموحاتهم المتعددة جاء هذا الاجتماع الذي جمع سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان بثلة من أهالي المحافظة الجنوبية في مركز الرفاع الشرقي الاجتماعي بحضور مسؤولين في الوزارة إلى جانب أعضاء من مجلس النواب اجتماع فتح المجال أمام السائل لطرح ما يريده من أفكار وطلبات أمام المسؤول ليسارع الأخير في تقديم جملة من الإضاحات الشافية لقافلة التساؤلات التي جاءت على لسان المهتمين من الأهالي هناك نية جادة في حل حلة الملف التوظيف وهذا شيء الواحد ما يجحده عليهم كعمل طبعا اليوم من خلال زيارة سعادة الوزير أوضح أمور كثيرة بالنسبة للأهالي والمواطنين إجابة على أسئلتهم طبعا هناك إن شاء الله في الأيام الغادمة عدة إجراءات إن شاء الله فيه هناك إن شاء الله انفراجة للمركز الاجتماعي جديد عوضا عن المركز الأميرة سبيكة سمرة من ثمار ذلك الإصغاء الحكومي لحاجة المواطني في توفير أكبر قدر ممكن من مراكز التدريب والتوظيف في المملكة جاءت لتتمثل بهذا المركز الذي يستطيع تقديم أرقى الخدمات في مجالات التوظيف والتدريب والتأمين ضد التعطل لأكثر من 1500 مراجع شهريا نحاول دائما أن نقرن زياراتنا ببعض الخطوات العملية التي تلبح دياجات المواطنين لذلك افتتحنا اليوم مركز التوظيف والتدريب في المنطقة الجنوبية في مركز الرفاع الاجتماعي هذا المركز راح يسر على أهل المنطقة الحصول على خدمات التوظيف الحصول على خدمات التدريب الحصول على خدمات التأمين ضد التعطل وكذلك خدمات تحسين الأجور فاليوم الخدمات ميسرة ومتكاملة في هذه المنطقة كما هو الحال في مناطق عديدة في مملكة البحرين والجهود التوظيف ستستمر بكل مهارة بكل كثافة بكل كفاءة ممكنة لتلبية احتياجات المواطنين وتلبية احتياجات الشباب ودمجهم في سوق العمل افتتاح مثل هذه المراكز أكيد هو من الطبيعي أن يسهم في عملية تسهيل الوصول المواطن إلى الوزارة وهذا هي الشراكة المجتمعية بين المواطن والجهة الرسمية في السلطة التنفيذية العمل مشكور على إقامتهم مثل هذه المراكز وبهذه الآلية والرقاء ولله الحمد منه ما رأينا من الوزارة إلا تقديم مثل هذه مؤشرات تدل على تعاونهم الدائم بالمواطن البحريني هذا المركز سيكون قادرا على تقديم متنوع الاستشارات للباحثين عن عمل كما سيعرض أمامهم فرصا أرحب للتدريب ما من شأنه تثبيت توظيف العمالة الوطنية بمختلف المنشآت على اختلاف قطاعاتها لتلفزيون البحرين محمد رشيدات ترجمة نانسي قنقر